السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا ثلاثة درسنا إن شاء الله سوف يكون بعنوان أربعة ثلاثة التحليل الكهربائي تطبيقات التحليل الكهربائي في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم كيف أولا تصف التحليل الكهربائي لأكسيد الألمنيوم اللي هو البوكسايت وكذلك تصف تنقية الفلزات وذكر أمثلة عليها كذلك تصف تفاعل الأكسيدة والاختزال التلقائي في الخلية الكهرو كيميائية وأخيرا تقارن التفاعلات المرتبطة مع التحليل الكهربائي لمسهور كولوريد الصوديوم في البداية هذه محطة تحلية المياه هنا سؤال ما هي أكبر دولة منتجة للمياه المحلة في العالم طبعا لكل عارف الإجابة ألا وهي المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للمياه المحلة في العالم بعد ذلك نتعرف على التحليل الكهربائي لماء البحر التحليل الكهربائي لماء البحر يتم تحليل ماء البحر ماء البحر يحتوي على محلول الـ NaCl اللي هو الملح اللي هو الملح لجل كده ماء البحر مالح لوجود مين؟ لوجود الـ NaCl فبالتالي سوف يتم تحليله بواسطة ماذا؟ بواسطة التحليل الكهربي التحليل الكهربي ماذا ينتج بعد ذلك في التحليل الكهربي؟ يوجد احتمال حدود تفاعلين عند الكثود هما اختزال ايونات السوديوم او ايونات الهيدروجين في الماء اول شيء دعونا نتعرف على خلية التحليل الكهربي في البداية يدخل الماء المالح من هذه المنطقة ثم بعد ذلك تتكون الخلية من قطبين القطب الاول هو الانوت الذي يحتوي على الكلور والقطب الثاني الذي من خلاله يتصاعد من غاز الهيدروجين وهنا عندي غشاء شبه منفذ لانتقال ايونات السوديوم الى الطرف الاخر بعد ذلك سوف بعد ما يصير في عندي تحليل كهربي للماء سوف ينتج عندي ماذا؟ الان اي او اتش وكذلك يتصاعد غاز الهيدروجين وكذلك غاز الكلور في هذه الحالة فصلنا الكلور عن مين؟ عن الهيدروجين كذلك فصلنا الكلور عن الهيدروجين إذا في هذه الحالة يوجد احتمال حدود تفاعلين عند الكثود هذا هو قطب الكثود وهما اختزال ايونات السوديوم او الهيدروجين اما هيدروجين او صوديوم المنتقل من الغشاء شبه المنفذين في الماء هنا عندي هنا الماء لاحظ هنا معادلات التفاعل الان اي موجب زايدا الالكترون بينتج ماذا؟ السوديوم اللي هو الان اي وكذلك الـ 2H2O زايدا الـ 2 الالكترون سوف ينتج ماذا؟ 2H2 زايدا 2OH لجل كذا هذه العملية هنا سوف تحدث عملية اختزال لمين؟ للصوديوم وكذلك لأيون الهيدروجين هنا سؤال لماذا ايونات الصوديوم الان اي لا يحدث لها اختزال لا يحدث لها اختزال بسبب اختزال أيون الهيدروجين في الماء أسهل حدوثا أسهل حدوثا لجل كذا تصاعد عندي مين؟ تصاعد عندي هنا غاز الهيدروجين وبالتالي غاز الهيدروجين أسهل حدوثا من مين؟ من ايون الصوديوم حتى يحدث عنده عملية ماذا؟ عملية اختزال كذلك عند الانود ما الذي سوف يحصل عنده الانود؟ هذا هو قطب الانود فاحتمال حدوث تفاعلين عند الانود هما تأكسد ايون الكلوريد و ايون وتأكسد مين؟ الوكسجين اما الكلوريد او الاكسجين في جزيئات الماء وهذه معادلة التأكسد اللي هو 2C السالب بينتج ماذا؟ غاز الكلور زايدا 2 إلكترون و كذلك 2H2O بينتج ماذا؟ غاز الاكسجين زايدا 4 آيونات من الهيدروجين زايدا 4 إلكترونات اذا في هذه الحالة لأن الناتج المرغوب عند مين؟ هو الكلور هو الكلور فأنا احتاج مين؟ احتاج تنقية ماء البحر الذي يحتوي على الكلور فبالتالي الناتج سوف يكون عندي مين المرغوب فيه؟ اللي هو الكلور فإن تركيز ايونات الكلوريد تبقى مرتفعة تبقى مرتفعة في هذه الخلية بعد ذلك سؤال هنا لماذا ايونات الهيدروكسيد لا يحدث لها تأكسد؟ لا يحدث لها تأكسد والسبب انه تأكسد ايونات الكلوريد أسهل حدوثا لذلك يحدث تفاعل اكسده للأكسجين في جزئات الماء وكذلك انا احتاج مين؟ احتاج انتاج ايونات الكلوريد فبالتالي سوف يتأكسد مين؟ سوف يتأكسد ايونات الكلوريد حتى ينتج عندي مين؟ حتى ينتج عندي هنا غاز الكلوريد لاحظ هنا معادلة التفاعل هنا عندي ايونات الكلوريد سوف ينتج ماذا؟ غاز الكلوريد سايدا إلكترون هذا التفاعل تفاعل مين؟ تفاعل اكسده لأنه احتاج انتاج مين؟ احتاج انتاج غاز الكلور في هذه المعادلة بعد أن تعرفنا على تفاعلات الأكسدة وتفاعلات الاختزال في التحليل الكهربائي لماء البحر نتعرف على التفاعل الكلي للخلية فهذه تفاعلات الاختزال وهذه تفاعلات الأكسدة فبالتالي سوف نكتب التفاعل الكلي بعد وزن المعادلة الأولى لأن هنا المعادلة غير مزونة فبالتالي سوف أوزنها وأكتب التفاعل الكلي لمين لهذه المعادلة التفاعل الكلي بعد حذف المتشابهات بعد حذف المتشابهات لاحظ التفاعل الكلي ما الذي سوف يحصل عندي هنا 2H2O زائدا NaCl لاحظ أن الماء متحد مع مين؟ مع كلوريد الصوديوم اللي هو مين؟ اللي هو الملح اللي هو الملح سوف ينتج ماذا عندي؟ سوف ينتج غاز غاز مين؟ غاز الهيدروجين وكذلك ينتج غاز الكلور غاز الكلور زائدا مين؟ زائدا NaOH زائدا 2 NaOH وهذا اللي ذكرنا قبل القليل ذكرنا بأنه سوف تخرج مين عندي هنا؟ الـ NaOH وبيخرج كذلك الـ H2 وكذلك CL2 وهذا اللي موجود عندي وين؟ على شكل نواتج على شكل نواتج وهذا هو الغرض من خلية التحليل الكهربائي لمين؟ لمصور أو عفوا لماء البحر الغرض منها تكوين مين؟ تكوين أيون أو غاز الكلور وكذلك غاز الهيدروجين في هذه الخلية بعد ذلك نتعرف على التحليل الكهربائي لأكسيد الألمنيوم الألمنيوم من أهم المواد المستخدمة فيها اللي هي إيش؟ علب المشروبات الغازية علب المشروبات الغازية فهنا سؤال يقول لماذا كان فلز الألمنيوم ذا قيمة أكثر من الذهب في عصر من العصور عند الألمنيوم أعلى قيمة من مين؟ من الذهب لماذا؟ السبب لأنه لم يكن أحد يعرف كيف ينقى بكميات كبيرة بمعنى الإشكالية كانت إشكالية في الصناع لأنه لا يوجد أحد يعرف أن هذه الكمية من الألمنيوم سوف تنتج بشكل كبير حتى تكون قيمته أقل من قيمة الذهب فبالتالي أصبحت قيمته عالية مقارنة بالذهب والسبب أنه لم أحد يكن يعرف كيف ينقى بكميات كثيرة بعد ذلك جاء العالم شارز مارتن هول شارز مارتن هول بتطوير عملية إنتاج إيش؟ إنتاج الألمنيوم إنتاج الألمنيوم بواسطة التحليل الكهربائي بواسطة التحليل الكهربائي واستعمل الأدوات التالية استعمل الأدوات التالية لإنتاج إيش؟ لإنتاج الألمنيوم لإنتاج الألمنيوم أول شيء الكير للحصول على الحرارة والكير من الأدوات المستخدمة في الحدادة وكذلك البطاريات المنزلية للحصول على الكهرباء وآخر شيء المقلاة للحصول على الأقطاب لاحظ أنه استعمل أشياء بدائية للحصول على الألمنيوم لأنه لم تكن في عصره هناك تطورات كثيرة مثل التطورات الحاصلة الآن فاستعمل أشياء بداية حتى ينتج من خلالها الألمنيوم في خلية التحليل الكهرباء الأكسيد الألمنيوم هذه الخليل التي أمامك يمكن حصول على الألمنيوم بطريقة هول هيروليت من التحليل الكهرباء الأكسيد الألمنيوم المكرر من خام البوكسايت اللي هو AL2O3 في 2H2O نشوف عندي هنا الخلية الخلية تحتوي على أقطاب وكذلك تحتوي على ماذا؟ تحتوي على كثوت إذن هذا هو كثوت في صورة بطانة من الكربون هذا هو اللون الأمامك كله عبارة عن ماذا؟ عن كثوت كذلك ذكر لك بأنه عبارة عن بطانة إذن تغطي جميع أجزاء الخلية بعد ذلك وضعنا فيها مصهور من الألمنيوم وكذلك وضعنا فيها AL2O3 وكذلك وضعنا فيها الأقطاب هذه الأقطاب التي أمامك هذا الأقطاب نسميها أنود من الكربون إذن هذا الأقطاب الثلاثة وصلناهم في بعض وكذلك وصلنا الكثوت في مصدر خارجي في مصدر خارجي لأنه التحليل الكهربائي دائما يعتمد على ماذا؟ على المصدر الخارجي فحنا وصلنا الكثوت بالأنود عن طريق ماذا؟ عن طريق مصدر الطاقة الكهربائي وهذه معادلة التفاعل للأنود الكربون زايداً 2O2 أو 2O2 سالب بينتج ماذا؟ CO2 زايداً أربعة إلكترونات وعندي هنا الكثوت عندي هنا الألمنيوم AL موجب ثلاثة زايداً ثلاثة إلكترون ينتج الألمنيوم ينتج الألمنيوم فبالتالي سوف ينتج عندي هنا خروج المصهور مين المصهور عندي هنا؟ اللي هو مصهور الألمنيوم اللي من خلاله سوف ينتج عندي هنا الألمنيوم وهذه الطريقة لإنتاج الألمنيوم بعد ذلك إذاب أكسيد الألمنيوم عنده ألف درجة مئوية في مصهور الكيروليت وعندي هنا الكيروليت هذا هو موجود هنا مع من؟ مع البوكسايت مع البوكسايت اللي هو AL2O3 أذوبهم عند درجة حرارة 100 وهذه درجة حرارة عالية جدا إذن الآن عندي هنا خلطنا مصهور أكسيد الألمنيوم مع مادة اسمها الكيروليت اللي رمزها أو صيغتها NA3ALF6 إذن خلطنا هذا المحلول مع هذا المحلول لإنتاج مصهور الألمنيوم ولاحظ أنه عنده هنا الكيروليت مادة صناعية طريقة هول هيروليت في الكثوت طبقة من الجرافيت تغطي الخلية زي ما ذكرناها قبل قليل هذا هو الكثوت طبقة كاملة من الجرافيت تغطي هذه الخلية وتختزل أيوانات الألمنيوم ليتكون مصهور الألمنيوم الذي يتم سحبه في قاع الخلية هذا هو مصهور الألمنيوم بالتالي الكثوت عندي هنا سوف ينتج مصهور الألمنيوم وهذه معادلة الكثوت معادلة الكثوت أن الألثري أيوانات الألمنيوم سوف تنتج ماذا؟ سوف تنتج الألمنيوم ملاحظة أنه عندي هنا الألمنيوم في الحالة السائلة لأجل كذا هو ذكر لك بأنه مصهور والمصهور دائما حالة سائلة بعد ذلك الأنود أصابع الجرافيت المغموسة في المصهور تتأكسد أيونات الأكسجين لتنتج غاز الأوتو هذه هي الأقطاب التي ذكرناها مغموسة في ماذا؟ مغموسة في المصهور مغموسة في المصهور وهذه نسميها إيش؟ نسميها الأنود نسميها الأنود لإنتاج غاز الأكسجين وهذه معادلة التفاعل أن 2O سالب 2 بينتج O2 زائدا أربعة إلكترونات بعد ذلك أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لتفاعل الأكسجين الناتج مع كربون الأنود ليكون غاز CO2 وعندي هنا تكون من؟ تكون عندي هنا الغاز CO2 ليش؟ بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي هي أكثر من ألف درجة مئوية وهذه معادلة الأنود السي زائدا أوتو بينتج CO2 وهو غاز ثاني أكسيد الكربون تدريب يذاب أكسيد الألمنيوم عند ألف درجة مئوية في مصهور هل هو الكيروليت الطبيعي أو الكيروليت الصناعي أو الملكايت أو الكوكسوس أو الكوكسوسايت هنا الإجابة الصحيحة ذكرناها قبل قليل بأنه هي B اللي هو الكيروليت الصناعي اللي صيغته NA3ALF6 بعد ذلك نتعرف على تنقية الخامات فمن أهم تنقية الخامات تنقية الفلزات مثل الفلز ambulance مثل النحاس مثل النحاس المقصود بالخامات شيء هو المواد الطبيعي المواد الطبيعية نجعلها مواد خام فبالتالي هنا تنقية الفلزات من مين مثل من مثل النحاس وعني كيف أن أققي النحاس يوجد النحاس في الطبيعي على شكل خامات ومنها إما على الكولبورايت أو الكوكوسايت أو الملكايت وكل واحد عندي هنا له صيغة محددة فالكوكوسايت عبارة عن إيش سي يو تو اس يعتمد اعتماد كله على مين أو متحد مع مين مع الكبريت متحد مع الكبريت فلاحظوا أنه عندي هنا اللي هو مين النحاس سي يو وعندي النحاس هنا متحد هنا كذلك وعندي هنا النحاس فدائما يوجد النحاس على شكل خامات إذن في هذه الحالة أنا سوف أنقيهم ونقي من؟ ونقي النحاس من اتحاده مع هذه المواد تعد الكبريت دات أكثر توافراً وتنتج النحاس عند تسخينها في وجود الأكسجين في وجود الأكسجين لاحظوا أنه عندي هنا تنقية الفلزات كيف تحدث تنقية الفلزات؟ في الخطوة الأولى نضيف فلز غير نقي ونوصله مع مين؟ مع فلز نقي ونوصلهم في دائرة كهربائية وبالتالي سيكون عندي هنا محلول آيونات الفلز بعد ذلك ما الذي سوف يحصل؟ سوف تنتقل الخطوة الثانية بفصل الشوائب عن مين؟ عن النحاس وبالتالي يتشكل عندي مين؟ يتشكل عندي النحاس بهذا الشكل على شكل قطب وبالتالي تكون عندي الشوائب وين؟ في أسفل مين؟ في أسفل المحلول وبيكون كده أنا فصلت النحاس عن الشوائب الموجودة مع النحاس وبالتالي تعد الكبريتيدات أكثر توافراً وتنتج النحاس عند تسخينها في وجود الأكسجين وهذه معادلة التفاعل سي يو تو اس زايداً الأكسجين سوف ينتج ماذا؟ تو سي يو زايداً اس أو تو إذن في هذه الحالة لاحظوا أني عندي هنا شيء يتكون تكون عندي هنا السي يو اللي هو النحاس وبالتالي أنا نقيته بمعنى أني فصلته بعدما كان متحد هنا مع مين؟ مع الكبريت يلزم تنقية النحاس المستخلص بالكهرباء لتنقيته من مين؟ من الشوائب فبالتالي سوف أنقيه حتى يكون عندي هنا فلز خام لوحده بدون اختلاطه مع أي شوائب أخرى بعد ذلك نتعرف على الطلاء بالكهرباء الطلاء بالكهرباء هذه هي من تطبيقات التحليل الكهربائي الطلاء بالكهرباء من شروطه أنه لا بد أن يكون عندي هنا خلية تحليل كهربائي خلية تحليل كهربائي المقصود فيها كثود وأنود وكذلك مصدر خارجي فبالتالي سوف يكون عندي هنا كثود خلية التحليل الكهربائي عبارة عن الجسم المراطلاء اللي هو مين؟ اللي هو الكثود إذن في هذه الخلية اللي هي خلية الطلاء بالكهرباء سوف يكون عندي هنا الكثود عبارة عن الجسم المراطلاء فأنا لو مثلا هنا أبغى أطلي هذه الملعقة بمين؟ بي الذهب ما الذي سوف أفعله؟ سوف أوصل الملعقة بمين؟ بقطب الذهب عن طريق مصدر خارجي فبالتالي سوف يكون عندي هنا الملعقة اللي هو الجسم المراطلاء يعمل عمل الكثود بينما الـ AG هنا اللي هو الفضة يعمل عمل أنود بالتالي سوف تنتقل الأيونات من الفضة إلى مين؟ إلى الملعقة وبالتالي سوف تتلون عندي هنا هذه الملعقة باللون الفضي نتيجة الانتقال الأيونات إلى هذه الملعقة بعد ذلك يكون عندي هنا الأنود عبارة عن المادة النقية المراد الطلاء بها اللي هو مين عندي هنا؟ اللي هو الفضة قطب الفضة كذلك من الطلاب الكهرباء طلاء جسم بقطعة نقدية فضية فبيكون عندي هنا نفس الفكرة تقريبا نفس الفكرة اللي هي الملعقة بالتالي سوف يكون القطعة النقدية المرات طلاوها وتتأكسد الفضة إلى أيونات الفضة هذا الذي سوف يحصل عند من؟ عند الأنود لاحظ أنه عندي هنا الفضة سوف تتحول إلى مين؟ إلى أيونات الفضة وهنا أيونات الفضة سوف تتحول إلى الفضة عند الكثود بالتالي سوف يطلع هذا الجسم أو القطعة المراد طلاؤها كذلك الكثود هنا الجسم المراد طلاؤه وتختزل أيونات الفضة في المحلول إلى فلز الفضة بواسطة الإلكترونات فيتكون طبقة رقيقة تغلف الجسم إذن بعد ما نوصلهم ببعض سوف تكون عندي طبقة رقيقة هذه الطبقة الرقيقة تكون عبارة عن الأيونات المنتقلة من فلز الفضة إلى هذه القطعة وبالتالي سوف يكون عند اللون هنا لون فضي تدريب تحدث عملية طلاء الأجسام بواسطة هل هو أكسدة أيونات الفضة التي في المحلول إلى فلز الفضة أم اختزال أيونات الفضة التي في المحلول إلى فلز الفضة أم اختزال قطب الفضة الذي في الأنود إذن الإجابة الصحيحة هي اختزال أيونات الفضة التي في المحلول إلى فلز الفضة بعد ذلك تدريب يوضع الجسم المراد طلائه فيه هل أضعه في الأنود أم في الكثود تعرفنا قبل قليل وذكرنا أن الجسم المراد طلائه نضعه في الكثود بينما القطب الآخر هو القطب الذي أحتاج أني أطلي به هذه المادة تقويم فسر اختلاف نواتج التحليل الكهربائي لكل من مصهور الـ NaCl وماء البحر إذن هنا فسر الاختلاف في النواتج تحاول أنك تجد الإجابة من خلال معرفتنا لمين لمصهور كلوريد السوديوم وكذلك ماء البحر وتقويم آخر صف كيف تتم تنقية النحاس المستخرج من مصهور خامه بطريقة التحليل الكهربائي أخيرا تعلمنا اليوم تعرفنا على مصهور كلوريد السوديوم وماء البحر وكذلك إنتاج الألمنيوم وبعد ذلك تعرفنا على استخدامات التحليل الكهربائي في تنقية الخامات وكذلك في الطلاء بالكهرباء إلى هنا انتهينا من درس التحليل الكهربائي تطبيقات التحليل الكهربائي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر